الخدمات داخل هذه الموانيع وهذا هو الشيء اللي مهم اليوم لكل مستأم من الخدمات المقدمة داخل المطارات ونعطيك على سبيل المثال السيد الوزير أول حاجة هما المواقف دي السيارات أغلى مواقف السيارات كنا في المغرب هما في المطارات كتخلي السيارة يومين من أجل رحلة داخلية تقضي غرض 300 درم بحالة السيارة كيعطوها الحليب والأربع هذه أول حاجة لأنها مشكلة اللي كان أنكم كتعرضوا هاد المسائل التجارية للمزايدة فالمزايدة كيمشوا الناس اللي كيستفدوا كيعرضوا أتمناء جد يعني طالعا بزاف في العرض ديالهم واللي كيخلص هاد شي هو المسهلك كل المثال المغربي اللي كيقول عالمت الدار على باب الدار أول حاجة اللي كيوصل لها يعني للمستمير ولا المسافر هو المطار المثال اللي هو واضح كذلك هو الفاستراك أو الخدمة السريعة كيوصل المواطن أو المسافر للمطار كيبغيدو بسرعى لأنه كيكون زحام يعني فعلا كين واحد العدد كبير ديال اللي يجيشه ولكن ما كينش حتى ننزلهم لخدام الورقة ديال فاستراك كتبع بـ 350 درهم داخل المطار ما كنت تعطى عليها فاكتورة ما كنت تعطى عليها أولوه إذن هاد الأمور هاد السيد الوزير هي اللي كنت طلبوا منكم أنكم جودوا الخدمات ديالها وديروا إعادة نظر احنا اليوم مصرورين بهذا يعني التعيين الأخير اللي قام به صاحب الجلداء نصره الله الشخص اليوم اللي تم الاختيار دياله عنده جريبة كبيرة في السياحة عنده واحد الغراء كبيرة على السياحة المغربية كنظن هذه هي الأولويات اللي قصد تعطى من أجل تسير يعني أحسن لمطارات وشكرا لكم اشتركوا في القناة